أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره للجهود الإغاثية والإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مستوى المنطقة والعالم وثمن جلالة الملك خلال زيارة قام بها إلى مستودعات الهيئة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد دور الهيئة في تقديم المساعدات للعديد من الدول لمواجهة الظروف الطريقة لديها مؤكدا جلالته أن الأردن سيبقى دوما معطاء وسندا للإخوة والأشقاء وأوضح أمين عام الهيئة أيمن المفلح أن الهيئة تمتلك تجربة وخبرة بتزويد المناطق المنكوبة أو البلدان التي بحاجة إلى أي مساعدة والتي كان آخرها لبنان الشقيق من جهة ثانية يواصل المستشفى الميداني الأردني في لبنان وبتوجهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة للجرح الذين أصيبوا بالانفجار الذي وقع مؤخرا بمرفأ بيروت في حين لا زالت طائرات الإغاثة الأردنية المحملة بالمواد الغذائية والمعدات الطبية تهبطوا تباعا في مطار بيروت وهي مساعدات مقدمة من القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني كما تقوم الكوادر الطبية الذين يزيد عددهم عن مئة طبيبا ومسعف بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى للمصابين الذين تستدعي حالتهم إجراءها في غرف العمليات وقد أعرب المواطنون اللبنانيون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحكومة الأردنية على موقفها المشرف تجاه بلدهم وشعبهم اشتركوا في القناة